احنا شعب لا نستحق عفو عام لأنه احنا كشعب مسؤولين عن الكوارث اللي عملتها كل الحكومات السابقة احنا كشعب مسؤولين عن فقدان السيول بالسوق ودمار التجار والصناعة والتجارة في الوطن مشان هيك احنا كشعب لا نستحق عفو عام السلام عليكم قصة الشارع في الاردن هي قصة العفو العام في عفو عام ولا ما فيه كل الناس دون استثناء بانتظار الآن يوم زفاف وليل عهد ويحدهم الامل أن تصدر التوجيهات الملكية السامية بتوجيه الحكومة لعمل قانون عفو عام يعني مشان ابسط الأمور يا أخوان للمشاهد وأقلل من اندفاع الناس باتجاه صدور عفو عام يوم الزفاف وتطبيقه فورا يوم زفاف وليل عهد بحب أشرح أن العفو العام يلزم قانون خاص تقوم الحكومة بإصداره وهذا الحكي بتطلب أشهر لا بيوم ولا بيومين بنحل الموضوع يعني بده أشهر وبعد تجهيز القانون من قبل الحكومة لازم الحكومة بعد ما تضبط القانون تبعثه لمجلس الأمة بشقيه النواب والعيان ويتم نقاش بنود قانون العفو العام وبعد الانتهاء منه يعاد القانون للحكومة اللي بدورها بترفعه للمقام السامي لجلالة الملك للتوقيع عليه وهذه العملية بدها وقت بدها أشهر مش زي ما الناس بتحكي أنه بيوم الزفاف رح يصدر عفو بيوم زفاف سمو وليل عهد رح يصدر عفو وبعدين الأمور بتنحل يعني فورا أنا شخصيا سألت أكثر من شخصية سياسية وهم من أصحاب القرار وفي الصف الأول وكلهم أكدوا أنه ما في نية بالمطلق هاي الأيام لأصدار عفو عام بالمطلق للأسف الشديد الصحيح يا إخوان أنا بستغرب من هاي الدولة ورغم أنه العفو العام رصالح الحكومة ولازم الحكومة تصر على أصدار العفو العام لأنه بالأول وبالأخير رصالحها لكن هذا الحال حكوماتنا عودتنا عليها ما بتعرف راسك من جريك بقراراتها يا عمي العفو العام لصالح الدولة لما يكون سعة السجون عندك 14 ألف نزيل واللي الآن موجودين فيها 22 ألف نزيل هذا يعني أنه في أزمة خانقة بالسجون وفي مشكلة حقيقية ومسؤولية الدولة بشكل مباشر معالجة هذا الموضوع لما يكون المهددين بالحبس بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع المطلوبين الآن بس على خلفية قضايا مالية 28 ألف مطلوب وإنت أصلا عندك مشكلة بسعة السجون إذن في أزمة عميقة عند الدولة وعلى الحكومة الدفع بكل قوتها لإصدار عفو عام لأنه لصالحها بشكل مباشر بدي يعتبر أنه إحنا شعب لا نستحق العفو وما منستاهل طيب مشانكوا اعملوا عفو يا حكومة المخرج الوحيد لكم من هذه الأزمة الآن هو إصدار عفو عام وحقيقي حتى تخرجوا من أزمتكم أنتم إحنا شعب لا نستحق عفو عام لأنه إحنا كشعب مسؤولين عن الكوارث اللي عملتها كل الحكومات السابقة واللي رح تعملها الحكومات اللاحقة في تدمير الاقتصاد وخصخصة وبيع كل الشركات الوطنية الرائدة إحنا كشعب مسؤولين عن ديون البنك الدولي اللي اتجاوزت مستوى الدخل القومي بكثير إحنا كشعب مسؤولين عن فقدان السيولة بالسوق ودمار التجار والصناعة والتجارة في الوطن إحنا كشعب مسؤولين عن رفع الفوائد على قروض بشكل مرعب إحنا اللي منوخذ ضريبة تسعير الوقود وإحنا اللي منوخذ الفلوس المتحصر من الجمالك ومن الضريبة مشان هيك إحنا كشعب لا نستحق عفو عام اعملوا العفو عام مشانكوا أنتم لأنه مخرج لكم من الأزمة اللي أنتم حطيتوا حالكم فيها بعد الغاء العمل بقانون الدفاع والله يا جماعة الهاشميين ناس متسامحة جلالة الملك ما عندهم مشكلة بإصدار عفو عن المحكمين على خلفقية قضايا مالية بعد تسويات أصحاب الحقوق كل سنة ما عندهم مشكلة جلالة الملك كل سنة يعمل عفو لكن المشكلة بالحكومة إنها تضع جلالة الملك بصورة الوضع الحقيقي والأزمة الحقيقية اللي هي أصلا أزمة حكومة نتمنى إصدار توجيهات الملكية بعرس ولي العهد للحكومة بإصدار عفو عام زي ما كل الشعب متأمل يا رب السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة